الحقيقة ممكن وانا باسمعهم كنت معاكم في الستوديو عادين انا وحضرتك ايه صحيح مستمتعين ونسلين بقى كل حاجة صحيح صحيح وحتى الجو فيه ايجابية حلوة اوي تاقطهم حلوة اوي ما شاء الله صحيح بس حايز اعرف بقى من البداية يعني الناس متخيلة انه ممكن يكون كراء الجامعة يعني مجرد ان طالب بيقول انا عايز اغني والله ينصتي حلو فبيدخل الكراء واضح وحنا نتكلم مع حضرتك انت شوية يمكن قلتي لقى الموضوع مش كده خالص والموضوع مختلف تماما وفيه تدريب والاولاد بيتلقوا تدريب وتدريب مش بسيط كلمني اكتر بعد هولي سيادتك احنا عندنا في جامعة المنصورة في عندنا ادارة المنشاط الفني الادارة دي فيها جميع الانشطة الفنية في مختلف انواعها يعني من ضمن الانشطة دي هي الموسيقى والكرال فالموسيقى والكرال عندنا في اتنين مايسترو فيه مايسترو بيدرب الموسيقى وفيه مايسترو بيقوم بتدريب الكرال وهو استاذي الدكتور دي عبدالك طبعا احنا بنعمل مسابقة في بداية العام الدراسي وبنعلن عنها في كل الكليات وطبعا بيكون فيه اهتمام بالغ جدا بالمسابقة دي تمام وبعد كده بيبدأ ينضم للمسابقة دي طلبة بيسجله اسمائهم وبيجوا عندنا نسمع الاسوات وبعد كده بنبدأ ان احنا نشوف مين يصلح ان هو ينضم الفريق وبالفعل بينضم مجموعة الفريق وبيتم بعد انضمامهم طبعا عمل خطة بتبقى مسبقة احنا حطينها من بداية العام الدراسي ازاي هيتم عمل البروفات مع الاحتفاظ برضو بدراستهم يعني الموضوع مايجيش على برضو دراستهم وفي نفس الوقت بنتعامل مع الموسيقى ان هي طاقة وفي نفس الوقت يعني مكان متنفس للطالب يقدر ان هو فيه يطلع يعني ويبرز موهبته في مكان بيتم ادارته بصورة مستنيرة فيها طبعا يعني قواعد وقصص علمية طبعا مش عشوائية اطلاقا وهم نعمل القرش طبعا مختلفة بنعمل بروفات بشكل مستمر وفيه طبعا الولاد في فريق الموسيقى بتعمل لهم طبعا بياخدوا دورات في قراءة النوتا يعني مثلا بيجي لطالب في كلية الطب او في كلية الاداب مش بشتغل معهم بالشكل اللي هو ممكن يعني ايه اللي هما بيسموه بالشكل اللي هو الشائع بيطلع بودنه سماعي لا بنعلمه ده وبنعلمه كمان قراءة النوتا الموسيقية والسلفج الغربي بحيث انه برضو ياخد جانب من الجوانب في الدراسة الاكاديمية بجانب الموهبة طبعا ده موهب مهم جدا صحيح وطبعا احنا الحمد لله احنا عندنا النشاط ما بينتهيش في الجامعة دايما عندنا فعليات مستمرة مؤتمرات علمية وملتقة عندنا يعني زي ما يقول كده يعني عندنا طبور كبير جدا من الفعليات المختلفة دايما فريق الموسيقى والكورول بيكون اساسي في المشاركة فيه وزي ما حدك قلت في البداية بيعملوا اجواء جميلة جدا جدا قوة نعمة يعني دايما بتكون مهمة جدا وادارة الموهبة اهم من الموهبة الموهبة مهمة بس ادارة الموهبة بكل تأكيد ده طبعا صحيح يعني فالجامعة وكل جامعات طبعا بتبقى مهتمة جدا جدا بادارة الموهبة لان ممكن يعني ونشوف في تاريخ الفنانين الكبير ومصر مليانة ارصدة من الفنانين لا تنتهي كتير منهم كان فيه دور كبير جدا وتأثير مهم جدا من دخولهم في الفرق الجامعية كان في المسرح او في الموسيقى او في الغناء وطبعا الحمد لله احنا لنا نصيب كويس جدا من المراكز في المسابقات المختلفة على مستوى الجامعات مستوى بمهرية الحمد لله